أعداد الناخبين غير المقيمين المسجلين للعام 2022 حسب الطائفة والقارة عم نحكي الغير مقيمين صحيح؟ نعم المغتربين نحن عدد الناخبين المسجلين بالخارج كانوا 225277 مقارنة بـ 82956 بالـ 2018 يعني نسبة الارتفاع بـ 22 كانت 171 بالمئة اللي هي نسبة كتير كتير عالية إذا بنا نحكي طبعا للطواقف مثل ما عم بتفرجي الرسمي عنا 32 يعني تقريبا 33 بالمئة من الطيفة المارونية تسجلوا عنا 20.32 سنة 20 بالمئة شيعة روم أرتوديكس 10 بالمئة أمريكا توليك 6.66 ودروس 6.46 بالمئة بالقارات كانت أوروبا أكبر قارة 69121 بعدين أسيا شرق الأوسط 56994 أمريكا الشمالية 56671 تنزل يعني بنسبة كبيرة لأستراليا 20.661 أفريقيا 17.486 أمريكا الجنوبية 4344 هو اللي بالنسبة لغريب أنه أمريكا الجنوبية يلي يعتبر أنه فيها نسبة منتشرين كبيرة يعني بتسجل عدد الأقل للمسجلين الناخبين مع أنه تسجيل أونلاين يعني ما بدوا هالقد انتقال صحيح لأ يمكن اللبنانية صار لون كتير زمان هون عدة أجيال بأمريكا الجنوبية بينما بأوروبا بأمريكا بالدول التانية على طول في تواصل أكتر تواصل أكتر وارتباط وفي ارتباط سياسي أكثر يعني لأنه على طول في هيدا طيب أكيد يعني اقتراع المغتربين أخذ الكثير من الجدل بفترة من الفترات عند البحث بالقانون وأقرار القانون حسب الأنوم كان في دايرة خاصة للمغتربين تضمن ست نواب يعني بصوته هالمغتربين فقط لست نواب وصار فيه جدل وصار فيه تعديل وأخيرا رسيت أنه المغتربين بصوته لل128 نايم فيما لو لم يكن هناك اقتراع للمغتربين هل كانت النتائج ستتغير بشكل كبير؟ شو كان رح يصير؟ صحيح هيدا أدما نحكى عننا حبينا نعمل نحن التجربة ونشوف إذا لغينا كل أصوات المغتربين شو بيصير؟ وبيخسر 12 نايم نيابتون 8 نعم 12 نايم نيابتون من أي فريق؟ المجتمع المدني كان بيخسر 6 ببيروت أولى بيروت تاني ترابلو صغر تبع غير بحسبية حزب القوات كان بيربح مقعد ببيروت الأولى لائحة فؤاد سانيورا أكيد هون محفظ الألقاب لأنه للسرعة نعم كان ربح مقعد حزب الحوار الوطني كان ربح مقعد الحزب التقدم الاشتراكي كان خسر مقعد ببيروت قدامى المستقبل كانوا بدلوا يعني خسروا بزحلي والبقعة الغربي وربحوا بطرابلوس والبقعة الغربي يعني كان فيه تبديل بالأسماء نعم المستقلين كانوا خسروا بطرابلوس حزب الكرامي يعني فيصال الكرامي كان ربح طيار المرى دي كان ربح مرشحهم بالكورة حزب الاستقلال كان ربح بزغرته وخسر بالكورة يعني كان صار فيه تبديل لائحة ميشيل ظاهر كان ربح بعد بزحلي مقعد تاني حركة أمل كانوا ربحوا مقعدين هني الوحيدين اللي كانوا ربحوا مقعدين بقع غربي جزين لائحة أسامة سعدو عبد الرحمن بزري كانوا خسروا بجزين والحزب الديمقراطي كان ربح بحسبي مقعد مقعد هلأ إذا بنا نحكي شوية سريع بالأسماء كانت سنتيا زرازير سقطت وربح اللي شربشة هاي ببيروت الأولى كان سقط فيصل الصايغ ببيروت الثاني وربح زينة منزر من حزب الحوار صحيح وضح صادق وربح خالد الأباني كان سقط رامي الفنش ببيروت الثانية كان سقط وضح الصادق وربح خالد أباني بشمال الثانية كان سقط رامي فنش وفراس سلوم وربح فيصال كرامي وبدر عيد بدايرة شمال الثالثة كان سقط ميشيل الدويهي وقديب عبد المسيح وربح جواد بولوس وفادي غصن البقاعة الأولى كان سقط بلال حشيمي وربح عمر حلبلب بالبقاعة الثانية كان سقط غسان سكيف ويسين يسين وربح إليل فرزلي ومحمد الإرعاوي الجنوب الأولى كان سقط شرب المسعد وربح إبراهيم عزار والجنوب الثالثة في رز حمدان ومروان خير الدين يعني ما تزعلوا مننا مش عم نسقط حدا نحنا بس عم نقول لو ما كان فيه أصوات مغتربين كانت هيك النتيجة يعني بلاحظ أنه المغتربين شكلوا رافعة لنجاح التغييريين أو القوى المستقلة صحيح ليش كان خيار المغتربين هو التغييريين يعني لو ما كان فيه انتخابات غير مقيمين كانوا يعني أسماء السلطة والأحزاب كانوا هن اللي فازوا أكتر صحيح لا ما منقدر نعرف نحنا ما قاعدين معهم وما قدرنا حتى استطلعناهم للموجودين برا للمغتربين بس أكيد عندهم حرية أكتر ما عندهم مصالح مرتبطة مع قوى سياسية وحزبيين بلبنان اللي موجودة هون في عدد منهم يمكن خسر وظائفه هون في عدد منهم كان حابب يبقى يشتغل ويبقى بلبنان ما قدر لأنه ما في شغل بلبنان في نسبة منهم أكيد خسرت أموالها بلبنان إذا مش أكترية منهم اللي ما عم تقدر تاخد مصرياتها يعني كل هؤلاء بيعتبروا وأنا هلأ عم بحلل عم بقدر بيعتبروا أنه أي تغيير أفضل من نفس الوجوه تكون موجودة من شان هيك اختاروا ممكن يعني هيدا من الأسباب اللي ممكن ترجمة نانسي قنقر